اشتركوا في القناة 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 إسا أحمد الى محمد العماري قطعة تورم العمار رجم منتخب العراقي وخطره الله حلوه ناطق هاسم منتخب العراقي الى ثلاثة خليل علاوي خليل علاوي شديد اللعب كريم علاوي اللي نزل في الشوق الثاني للنعب الكورة وخطره ويونس احمد ويشارك المدافع ابراهيم خلفان بيلعب جات ابراهيم خلفان ابراهيم خلفان بيلعب الى عشرة مبارك سالم مبارك سالم غوي الله جلوه عشرة الوطني معه محمد الهام لعبه جاهد محمد الهام الحديثة ببعض الجهد الكبير والكورات اليوم من الهجوم من الاتفاع للهجوم فرجعه علي زيت هجم المطقاب الوطني علي زيت بيرفاعه عليه لحمد العماري حد الله يا سلام العماري العماري يا سلام العماري العماري والهدف الثالث في الدقيقة 26 يوجد 26 كدر شوق الثالث أمد العماري اشتركوا في القناة الأول و صفر صفر بين شرط اللعب يحصلها آه ياخذها الحقيقة كريم علاوي اليارموك في منطقة مشرف يقدم لكم الوصف التفسير شوطاني من هذا اللقاء اللي انتهى شوط الأولاني أحمد راضي بول الله هذا البول اللي ما ولعت في الساعة أحمد راضي جابوا اللي اقول سيداتي يا نساتي سادتي شوف شوف اللعب الله جول الهدف الزاني على راس سليم علاوي وشوف بنط كريم بيحصها بالزاوية تنقرط تنقرط وهجمة عجسية مرتدي الى وميض مونير وميسورة مع المنتخب العراقي وميضا يتأخر ما يتابعها الحديد يا احمد راضي ويحطرينه لما تروح القراء اللعب القراء يا احمد راضي ومشوت طلع حارس المرمع موسيقى 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 هنا comes its cross حمودية مستعدة and beautiful opportunistic ابراحيم سائد مبارك سلام احسا موقع دمگلی كافی دور سے پرياس لیکن مہاراد حمودية یہ خل تاہی مستعدی کے ساتھ جو کی قطاع کے خل کیا وہاں منصور مفتحان دیکھئے دھمی کتی میں گول کرتا ہیے گولی راڈ ہی موڈی سے beautiful trapping there turn the circle square to gaur geese beautiful one two and up rolled offside this time خلی للاوی کری ملاوی خلی للاوی نیتے کنالا long pass من پر شباب will he get to it? yes it does ali شباب floats that one could be dangerous you have a chance and no what a save save from the goal line and after and after goal goal finally for iraq watch the jubilation Adil Ahmed's efforts not adequate he saved the ball from the goal line watch the replay goal floated back and goal line saving and finally balled up into the goal and there goes the long blast to his goal now keep your eye on the two players on the far left of your screen 90 minutes battle between iraq and qatar and tremendous jubilation in the iraq camp so on time to of community who and then the assistives hope d a G بجانبية سهد خميس من الجهة الثانية يحول كرة عالية والهدف الأول للإمارات الهدف الأول للإمارات يعني كان الهدف يتسلل يتسلل واضح لكن مراقب الخط ماشر مرفع الرائع والإمارات في الدقيقة الخامس من بداية المباراة في الدقيقة 22 من الشوط الأول تلعب الضربة كرة عالية وضربة رأس ورعد حمودي ممتاز رعد تخلص من اللاعب ومن اللاعب ثاني وين هو إلى أحمد راضي أحمد تحويله إلى حسين سعيد حسين سعيد حسين سعيد حسين سعيد يسجل أدب التعادل للفريق العراقي حسين سعيد يسجل هدف التعادل للفريق العراقي حسين سعيد شوف أين عاد عبد يناول كرة جيدة لحسين سعيد ومن فوق هارس مرمى بذكاء العباء حسين سعيد وتروح إلى داخل المرمى مسجلا هدف التعادل أو 20 من بداية المباراة هدف للعراق مقابل هدف للإمارات وهي عادة للهدف اللي سجل إحسين سعيد اللعب وضربة وهدف الهدف الثاني كذلك فهد خميس فهد خميس تلعب وفي المرة الأولى في العارضة وترجع مرة أفراح وإبراهيم ضربة خميس وتلعب الكرة عالية أحمد راضي ضربة رأس أحسين سعيد أحسين سعيد يسجل هدف التعادل للفريق العراقي شوف أحمد راضي أحمد راضي مناولة جيدة ضربة رأس وأحسين سعيد أمام المرمى وبقدم اليسرى على هسار الحارس عبدالقادر حسن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 25 من الشوف الثاني هدفين للعراق مقابل هدفين للإمارات غانم عريبي غانم يناول على الحسين يتخلط عليه ويتخلط الجزاء خطرة خطرة على بلغ الإمارات عليمو نعبع 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 خاشم يسجل هدف عربوز للبريق العراقي ناطق خاشم شوف الدقيقة 40 هذا علي حسين شوف علي حسين علي حسين نقوم بالجزاء ويدخل وهذا ناطق خاشم بقدم بقدم اليمنى يسجل الهدف الثالث عبدالزاق براهين داخل عبدالزاق شو طول القذيفة القذيعة اللي طوبها دا بلعب لنادي اللحلة في الأمارات عمر 18 سنة وأصل الرعب في الحريق يتلعب عالية بالرأس المربع بالرأس المربع بالرأس المربع حدام حدام بقى 6 دقائق سجلت الأمارات من رفع من عبدالزاق اشتركوا في القناة هدف كريم سطام في الوقت القاتل في الوقت القاتل سجل هدف في أمام المتافعين إلى ماراتين هدف عراقي أول سجلوا كريم سطام شفين في تواكل في تواكل وحتى كريم سطام كريم سطام حتى في المرمى هدف عراقي سمين جاء في الوقت القاتل جاء في الوقت القاتل الفريق الداجمور العراقي اللي حاضر المبراه اللي كان ساكل طوال وقايع الشوق الأخير وحاول يعملها بطوان تبال كيك وكريم فطام حطه على سار عبدالداد الحسن وسجل هدف عراقي ثمين جدا لأنه الهدف ده استقبلت الحكومة السورية المنتخب العراقي بوفد رسمي قاده وزير دفاعها مصطفى طلاس بينما أكد أغلب اللاعبين أن الاستقبال الشعبي كان يفوق الوصف بدأت المباراة التي لم ينقلها التلفزيون العراقي مباشرة بسبب ما احتواه الملعب من شعارات غير ملائمة لنظام تلك الفترة وكانت البداية كما توقعت جميع حذرة من الطرفين مع بعض الهجمات المتفرقة لكل الفريقين إلى أن جاء هدف المباراة الملغي من قبل الحكم الفرنسي ميشيل فوترو وبعد عرضية من حارس محمد لأحمد راضي الذي أودعها شباك برأسه دون أن يمس الحارس السوري ولكن فوترو كان له رأيه الخاص كما هو حال ركلة الجزاء الملغية بعد تعرض النجم حسين سعيد إلى شد داخل المنطقة المحرمة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي الذي صبى لمصلحة العرب وايضا يجرع عد حمودي واحدين سعيد إلى أحمد راضي حارس سيطرع القرآن ينفع قرآن لا 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 قول عدل قول ما بيشي قول ما بيشي كابو مبشر الى حارس محمد وحسين سعيد و يبعد حارس المرمى خليل علاوي يلعب كرة حسين بربط رأس و احمد راضي يندفع ممتاز عدنان عدنان بمتة وراعي اليوم علي حسين الى حسين سعيد ممتازة علي ويطح ما اكواح حاج سيطر علي احمد راضي احمد 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 ممتعدة الى حارس. حارس اجتعوها البعث. شاكر يفجل الهدف الثاني لما انتخفنا الوطني. شاكر. شاكر يفجل الهدف الثاني لما انتخفنا الوطني. في الدقيقة الثالثة من المباراة. في بربا سوريا الراديلنا هدف الراديلنا ثالث ورابع. واتشوفها مرة اخرى. مرة اخرى شاكر. ممتعدة. خليل. لا خليل مناولة انقطة للفريق السوري. وعطان برجال ما يستوصل للمداحج والفريق السوري. والحكم ضرب الجزاء. لا لا لا. كرة ما لازم تلعب. للفريق السوري ضرب الجزاء. في الدقيقة الثمانية. شوفها الاخرى. عند مان درجال ما لازم ترجع كرة ترجع. كرة صحيحة. ما على الاسف يعني. ما عن طريق. دعبة الكرة. ويتجل هدف سوريا الاول. النتيجة الآن هدف للاراق مقابل الهدف لسوريا. ترجع خطر المباراة. ترجع خطر المباراة. يلا. يساعد بعد. شوفين مناولة خطر مرة اخرى يشاهده. الى جهة الى يمين راد. الى راد. راد راجه ويترى الى جهة. احمد راضي. كان انفرد انفرد لكن دفاعه بعيدة كانت قطعه جيدة من احمد راضي. انقطع من الفريق السوري سيصر عليها شاكر. آه يتنقطع من الفريق السوري. غانم عاربي ممتاز غانم. الصحة ممتاز يطلعب يضرب من بعيد من فوق العربة ممتازة قالا الى خليل محمد علاوي يضرب خليل خليل محمد علاوي اربعين وارمتاريو جول للعراق ثلاثة واحد للعراق جول شوفه من بعيد خليل 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 جول جول للعراق العظيم جول وباقي خمستعش دقيقة والكرة باع راعد حمودي كابتن الفريق احمد راضي سيطر على الكرة ممتاز احمد 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 تقدم داخل منتصف العرب الفريق السوري ناول الى شاكر شاكر ممتازة الى حسين شعيد حسين يقدر يضرب يضرب من بعيد من فوق من فوق البسلم من فوق البسلم وعدتنا على المدس وعدتنا على المدس شفنا الباطل بالساحة ذهيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ lowereذذذذذذذذذfeذ leaveque synd اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة